إلى ذلك قال وزير الصحة دكتور نذير عبيدات إنه سيتم إنشاء ثلاث مستشفيات ميدانية في الشمال والوسط والجنوب من المملكة بسبب الزيادة الواضحة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإيضاً بينا أن هناك زيادة في نسبة الفحوصات الإيجابية التي وصلت إلى 16% مشيراً إلى المراحل الأخيرة للتعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة في عمان ومضيفاً أن نسبة الإشغالات في المستشفيات لا زالت مطمينة علينا دائماً أن نتوقع وأن نكون مستعدين لا سبحان الله إذا كان هناك زيادة في عدد الإصابات نحن في المراحل الأخيرة من التعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة في مدينة عمان والتي يعني تعطينا ما مقدر حوالي 200 سرير عادي وربما حوالي 40 سرير في العناية المركزة هذا لا يكفي وحده بالتأكيد القطاع الخاص أيضاً هناك جهود يعني تبدل من قبل الوزارة وبالتنسيق مع جمعية المستشفيات الخاصة لزيادة يعني مشاركة القطاع الخاص بهذا الموضوع هناك جهود أيضاً تبدل من خلال إقامة مستشفيات ميدانية سيكون هناك مستشفى في الشمال وفي الجنوب وإن شاء الله سيكون هناك أيضاً مستشفى في الشمال والوسط والجنوب